اهلا بحضركم من جديد في التخطيط وفي يعني دايمان متقدمين خطوة بدائما في الفترة دي الخبر الاولاني ليه علاقة بكرة اليدي كرة اليدي دايم�면 احنا شوفنا كرة اليدي في مصر أو مشاركتنا لمنتخب الاصحاء العاديين كل حاجة بكرا ان شاء الله هتنطلق بطولة العالم لكرة اليدي على الكراسي المتحركة دي البطولة الاولى التي تقام هذه البطولة او نسختها الاولى على مستوى التاريخ الحقيقة دي طبعا منتخبنا الوطني دايما احنا شفنا كرة اليد في مصر او مشاركتنا لمنتخب الاصحاء العاديين كل حاجة. بكرا ان شاء الله هتنطلق بطولة العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة. دي البطولة الاولى التي تقام هذه البطولة او نسختها الاولى على مستوى التاريخ. الحقيقة دي طبعا منتخبنا الوطني بكرا ان شاء الله هتبتدي البطولة دي. وهتتلاعب في الفترة من 22 الى 25 سبتمبر اللي احنا فيها على مجمع الدكتور حسن مصطفى بستة اكتوبر. بطولة دي هيشارك فيها ست فرق. او ست منتخبات اناسة. مصر والهند وهولندا وسلفينيا والبرازيل وتشيلي. طبعا دي اول بطولة ووضع طبيعي يكون عدد المشاركين قليل. البطولة تتلاعب زي ما قلت حضراتكم على صارت الدكتور حسن مصطفى بستة اكتوبر. منتخبنا هيبدأ ماتشاطه بكرا مع الهند الساعة 11 ونص صباحا وبعدين هنلعب في نفس اليوم بالليل مع منتخب سلفينيا ستة ونص. طبعا دي صور وده دكتور حسن مصطفى في الارض الملعب. حاجة جميلة جدا جدا وحاجة فخرة الحقيقة. يعني خبر زي ده سعدنا ان نلاقي منتخبنا منتخب الكلاس المتحركة الكورتاليد بيشارك على رأس المنتخبات المشاركة. وزي ما قلت لحضراتكم ده اندل فهو يدل على اهتمام الدولة المصرية دلوقتي بأصحاب الهمم. وده حقهم علينا الحقيقة. بالعكس لما احنا اتأخرنا كثيرا في هذا الاهتمام ودلوقتي الدولة المصرية كل الاتجاهات وكل الامور دايما بتاخد يعني نصب عنها أصحاب الهمم. وإحنا في برنامجنا هنا الحقيقة كنا يعني برضو مهتمين بهذا الموضوع وجلنا امور كتيرة جدا وصدفنا ابطال افريقيا الكلاس المتحركة في كورة السلة اللي فازوا بيها في كينيا ونتمنى ان شاء الله المنتخب كورة اليد ويجننا كمان. فإحنا الحقيقة هنا في برنامجنا بخصصين وقت كل فترة لأصحاب الهمم. وده حقهم لأن هم أبطال بالعكس. ده هو بيتحدى الرياضة في حدي ذاتها تحدي. ده هو بيتحدى المنافسات العادية في الرياضة. وأيضا بيتحدى الاعاقة أو أي حاجة بتعطله بالعكس. هو عنده تحديين. وبيقدروا يتغلبوها فإذا هم فعلا أصحاب همم. منتخبنا طبعا زي بولت حضراتكم هلعب تاني يوم بكرة بليل مع سولفينيا. وبعدين هلعب مع منتخب تشيل يوم الجمعة. وفي نفس اليوم برضو هلعب على برزيلي الساعة ستة ونصف. أما يوم السبت فهلعب مع منتخب هولندا الساعة سبعة. وده شكله كده هيكون النهائي يعني. منتخب هولندا وإحنا أقوى فرقتين. الحقيقة أنا نفسه أتفرج على المبرية. يعني أنا متشوى. أشوف منتخبنا لكرة اليد على الكلاس المتحركة. والحمد لله برنامجنا إذا ما حضركم شايفين له الصبق دايما إن إحنا يمكن هذا الخبر. يعني إحنا كنا حرسين يبقى معنا. ممكن مش هياخد حقه إعلاميا. ولكن إحنا هنا الحقيقة شايفين الموضوع ده كويس. ودايما في أخبارنا أصحاب الهمم بينالوا جزء كبير جدا من اهتمامنا. طيب. وبعدين هيتم ترتيب المنتخبات. والأول هيلعب التاني على الدهب والفضة. وبعدين يلعب التات والرابع على البرونز. والخامس هيلعب مع السادس على المركزين الخامس والسادس طبعا عشان قلت أعداد الفرق المشتركة. وعشان نزود أعداد المطشاط. كان ده نظام البطولة. وزي ما شفت حضراتكم الدكتور حسن مصطفى بنفسه. رئيس التحاد الدولي بيحضر هذه المباريات. وده النسخة الأولى. الحقيقة لطبعا بطولة العالم للكلاسة المتحركة. وده تحرك الحقيقة. نشكر عليه الدكتور حسن مصطفى الحقيقة اللي عمل طفرة. مش في مصر بس في العالم كله في كرة اليد.